تصميم كامل زجاجي وجه وخلف تلاتة خلفية اتنين امامية في الشاشة. يعني جهاز منظر امكانيات مئة تمانية وعشرين زاكرة رام ستة جيجا. يعني كلمة فخامة قليلة على الجهاز. كفاية منظر الواحد. واخد بالك من تصميم الاتنين الامامية بسجبه في الشاشة. سبعة رامولد الشاشة طبعا. فاش كلام. نقاء جودة صورة. تعالى كده نجرب الكاميرا. نجرب او التركيز. يعني بالرغم ان دقته ستاشر ميجا بيكسل ولكن جودة الصورة ممتازة. اما عن الكاميرا الامامية دقتها معقولة برضو الى حد ما. ولكن في حاجة غريبة انا شفتها بين الاس تين والاس تين بلس هنعرفها دلوقتي. ده بالنسبة سلو موشن او الحركة البطيئة. طبعا نتكلم عن كاميرا سلو موشن او جودة كاميرا. ترجيح الاول ده السامسونج بيلا شك. تلاتة خلفية. واحدة ستاشر. والتانية الترويد عشان خاطر الزاوية المحاطية. والتالتة للعزل. تعالى كده نبص بصة على الاس تين. جايز بيجي بكاميرا واحدة امامية. وتلاتة خلفية. ولكن هنا بقى انا لاحظت ان الكاميرا الاستين اعلى واضق من الاستين بلس. وده غريب نوعا ما المفروض العكس. ولكن كزلك الامامية زي ما انت واخد بلك الامامية هنا اعلى واضق من الاستين بلس. اما نجرب السلو موشن برضو انا شايف ان الاستين اعلى من الاستين بلس حتى في سلو موشن. ولكن على كل او بصفة عامة سامسونج لا يعلى عليها في دقة الكاميرات. كزلك التصميم تصميم خرافة. تصميم رهيب. كزلك برضو الكاميرا بتيجي بسقب في الشاشة. ودي فكرة السامسونج والشركات بدأت تقلدها. احييكي يا سامسونج يا كرياتيف. انت عارف انا عشان اقدر اعمل المراجعة دية اتسببت النفسي في احراج مرتين. دخلت مرة توكيل بدون ذكر اسم الشركة. شركة كبيرة وشركة معروفة ولا هتقول لها في مصر. واستازنتوا قلت له بعد اسدك ممكن امسك الفون. واصور كم صورة بس مش هتكلم ولا حاجة. هصور بس كم صورة للفون. رفض. تخيل قال لي لا معلش اسف. قلت له انا لها تشانل على يوتيوب. واجهاز غالي تمن وغالي فمش قدر الشريف. فاسمح له اصور كم صورة. واتكلم عنه. ومش مش عايز منك حاجة. قال لي لا معلش اسف ما ينفعش. مع ان انا كده بعمل له هو دعاية بالمجان. انا بقى عايز اعرف ليه رفض. مش عارف. مش عارف الصراحة وليه رفض. ولكن دخلت لتوكيل سامسونج واستازنته. قلت له باعي ازا كعندسة ممكن اصور كم صورة لس تن بلس. والس تن. بصراحة رجل متأخرش. قال لي صور اللي انت عايزه. انا بقى عايز عارف ليه التاني رفض. ورضو شركة سيكو اي لا دخلت اعرضت عليهم على الفيس ان انا ساعدهم ان انا اعرض منتجاتهم عندي. وعمل لهم تسويق بدون مقابل. بدون مقابل. حدش رد علي واحد قال لي نشوف اعرف فرصة. والتاني قال لي بعتلي اللينك بتاع قناتك. بعت له اللينك. ما ردش علي. فمش عارف هالشركات اللي بتعمل كده. على يمكن عشان واحد قلطته لسه برضو في البداية. مش عارف. تعارف هالعرض لو كان جالهم من حد من نص كبار وبدون ذكرى اسمها حد معين. اكيد كان وفو. على العموم دي كانت مراجعة سريعة جدا اللي قدرت اعمله على الاس تن بلص. والحمد لله قدرت ان انا امسك الجهاز وعمل عنه مراجعة ديه. لو الفيديو بقى عجبك تنزل تشاركوا القناة وتفعل زر الجرس عشان تشوف كل جديد. نتقبل ان شاء الله فيديو جديد. سلام.